موسيقى موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله نستعرض وإياكم مستجدات الحالي الجوية في بحر العرب هناك اضطراب جوي ضغ جوي منخفض في منطقة بحر العرب وسرعة الرياح أقل تقريبا حاليا من 17 عقدي دائرة العرض أو خط العرض هذه متواجد عند خط عرض تقريبا 10 درجات شمالا وخط طول تقريبا 66 درجة ونص شرقا وهذه الحالة المدارية تتحرك تقريبا باتجاه الغرب والشمال الغربي باتجاه عمان وأيضا الجزء الشرقي من اليمن متابعة احتمالية كبيرة لتشكل وتطور الأول حالي مداري في بحر العرب في هذه الفترة الحالية فاحتمالية تطور هذا الاضطراب المداري المتواجد في طقس العرب أن يصبح منخفضا جويا يوم الجمعة قيم الضغط الجوي منخفض جوي عادي تقريبا مداري لكن يوم السبت تحول إلى منخفض جوي عميق أي قيم الضغط الجوي أقل من 1000 فكتوباشكال ويوم الأحد بتحول إلى عاصف مدارية والاثنين على الثلاثاء نتوقع حسب المعطيات الموجودة حاليا إلى تقريبا إعصار من الدرجة الأولى يؤثر تقريبا على المنطقة الجنوبية لعمان والمنطقة الجنوبية الشرقية من اليمن بإذن الله طبعا هذه هي صور الغيوم المصاحبة لهم وبتحرك باتجاه عمان واليمن وأيضا هناك المصارات المحتملة التي تبديها النماذج العددية والتنبؤات الجوية فبنلاحظ معظم النماذج العددية نستخلص محصلة اتجاه هذا المنخفض الجوي والذي سيصير أيضا عاصفة مدارية وعندما يقترب من الأراضي العمانية تقريبا يصل إلى مرحلة إعصار تقريبا من الدرجة الأولى اتجاهه باتجاه تقريبا الشمال والشمال الغربي أي باتجاه تقريبا جنوب عمان والمنطقة الشرقية الجنوبية الشرقية من اليمن وبنتوقع أن يكون تأثيره على عمان جنوب عمان وأيضا المنطقة الجنوبية الشرقية من اليمن يوم الأحد يبدأ تأثير قليل لكن يزداد تأثيره يوم الاثنين والثلاثة بإذن الله وأيضا طبعا التأثيرات ستكون اشتداد سرعة الرياح هطول أمطار غزيرة وأيضا ينتج عن ذلك ارتفاع لمنسوب المياه وأيضا ارتفاع الموج ورياح شديدة وأمطار غزيرة قد ينتج عنها بعض الفيضانات وبعض السيول لكن الظروف والأنظمة الجوية السائدة في بحر العرب فيما تبقى من شهر أكتوبر تقريبا هناك في هذه المنطقة راح تتعرض في منطقة بحر العرب يعني جنوب عمان وجنوب اليمن إلى ارتفاع في درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة